حتى اللحظة حركة الدخول والخروج متناسقة مع كل الفترة السابق هل تزداد عملية الدخول إذا ما اقتربت ما يحكى عن ضرب عسكري؟ نعم متوقع أن تزداد هي إذن تبعات مفترضة لضربة محتملة وفيما يخص اللاجئين تبقى الإجراءات الاستباقية ضرورة مطلوبة خصوصا أن أزمة النزوح تتزايد أساسا وبحسب أرقام الأمن العام فإن عدد السوريين الذين دخلوا لبنان والذين خرجوا منه إلى سوريا أمس وأمس الأول لم يختلف عن المعدل وتراوح عدد الداخلين ما بين 12 ألفا و 15 ألف سوري وذلك عبر المصنع وبلغ عدد الخارجين نحو 7 ألاف مع العلم أن عددا من داخل لبنان يغادرون عبر مطار بيروت الدولي إلى بلدان أخرى ما يجري العمل عليه حاليا هو استعاب الصدم الأولى بمعنى إقامة مركز استقبال على المنطقة العزلة بين لبنان وسوريا في منطقة قريبة جدا للمصنع لبل ملاصقة لمركز الأمن العام يتم تجهيزها بالعيدات النقالة الرعاية الطبية يتم تجهيزها بالمياه تجهيزها بالأكل تجهيزها بخيم لاستقبال استقبال النزحين في الفترة الأولى ثم إجراءات تنظيم دخولهم إلى لبنان ويشير وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور إلى أن الأمم المتحدة طلبت أن تكون مراكز الاستقبال أو المخيمات متمركزة في مناطق تبعد من الحدود السورية اللبنانية أكثر من ثلاثين كيلومترا هذا التحفظ سقط لأنه ليس هناك قرار سياسي في لبنان أو وفاق سياسي على إقامة مخيمات داخل لبنان وتم الاتفاق على ألية عمل وتم الاتفاق من هي المنظمات التي ستهتم بمركز الاستقبال من الناحية الإغاثية بينما من الناحية الأمنية والسيادي فهو سيكون تحت سيدر الدول اللبنانية وفي هذا الإطار أقام الأمن العام عند حدود المصنع حواجز إضافية واستحدث ثلاثة مسارب جديدة أحدها مخصص لرجال السوريين وآخر للنساء السوريات وثالث للفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر